واختتم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم زيارته إلى دولة ألمانيا وتوجه إلى العاصمة السربية بلجراد ولد وصول سيادته مطار بلجراد بالعاصمة السربية كان في استقباله رئيس السربي أليكسندر فوتشيتي وكبار رجال الدولة في سربيا وأعضاء السفارة المصرية في بلجراد كان فيه أيضا حفاوة في استقبال السيد الرئيس وكانت الطائرات بدأت في استقبال السيد الرئيس وصاحبة الطيران صاحبة طائرة الرئيس حتى وصوله وده يعني يؤكد على حفاوة الاستقبال زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عدد من المباحثات المكثفة مع الرئيس السربي بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان السربي وذلك لبحث أليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين فضلا على النظر في سبل التعاون والتنصيق على الصعيدين الدولي والأقليمي الصور كمان بتؤكد على حفاوة الاستقبال وأيضا تبادل كل العلاقات سيتخلى للزيارة أيضا عدد من الأنشطة المكثفة للسيد الرئيس على رأسها قيم سيادته بإلقاء كلمة في جماعة بلجراد وتتضمن هذه الكلمة في جماعة بلجراد التركيز على مجمل العلاقات الثنائية في البلدين الصديقين وأيضا أفاق هذه العلاقات فضلا على استعراض محادثات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة خلونا في هذا زي ما أنتم شايفين هذا الاستقبال الرائع دايما بيؤكد أيضا على كل الجوالات التي بيعملها السيد الرئيس بيبقى حريص أن مصر تحرز في سبيل كل العلاقات اقتصادية والسياسية وفي كل المجالات التجارية أفضل النتائج وأفضل الأشياء وتظل مصر دائما هي البلد الشقيق لكل دول العالم وتظل مصر تحاول الاستفادة بكل العلاقات فأعتقد دايما واضح في كل الرحلات التي يقوم بها السيد الرئيس